عوم ده سباحي المعدات اهلا اهلا صباحي الاستلافات ها ها اتبالك من كم يوم كده سمعتك بتتكلم عن الشينيور البراشرش وسمعت انك جيبته براشرش اسمها براشلس ايوه البراشمس ده كنت عايز استلفوا منك اشوف اي حياجة عاملها بيه الله يبركلك عيون يا برنس بسكلي بس اللمبة دي مش عارف مالها مش راضيها تشتغل اللهم اسالي عالنبي احلى لاندا دي ولا ايه كده برده عمده بتزغزغني على سهوة اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعض دينا تكلمنا من كام يوم عن الشينيور البطارية وجبنا سيرة الشينيور البراشلس اللي هو بدون فحمات او شربون فاكرين ظهر دلوقتي نوع جديد اسمه براشلس اللي هو من غير شربون او من غير فحمات بيكون اقوى وصوته انعم واقوى من النوع اللي فيه شربون طبعا الحمدلله اخيرا جبته جي اس بي 18 في 50 نيوتن خلينا نتكلم عنه ونشوف ايه الفرق ما بينه وما بين الشينيور العادي اول حاجة خلينا نعرف يعني ايه براشلس اغلب الناس اللي عندها اي جهاز فيه موتور عارفين مشكلة تغيير الفحمات كل فترة الاجهزة القديمة كان لازم تفك الجهاز بالكامل عشان تغير الفحمات بعدين ظهر تطور ضخم خلي الفحمات بتتغير بسهولة ومن برا دلوقتي التكنولوجيا الجديدة اللي هو الاستغناء تماما عن الفحمات انا قعدت مدة مش فاهم يعني ايه موتور يشتغل من غير فحمات لحد ما فهمت انها آلية عمل جديدة تماما باختصار يعني بيعتمدوا على التنافر المغناطيسي بدل الشحنات اللي كانت بتطلعها الفحمات عشان كده البراشلس الجديد مفهوش شرز داخلي ما بيطلعش شرر مهما اشتغلوا في كل الاحوال مفيش اي شرز داخلي يبقى صوته انعم اقوى تقليل الاحتكاك ادى لتقليل السخنية اللي بيواجهها المطور فبقيت تاخد كل عزم المطور في الدوران بالاضافة لان عدم وجود الفحمات صغر حجم المعدة نفسها وبقت سنباتيك شوية طبعا كل شنور بيكون له حد اقصى في استعاب البونت او الريش وحد اقصى في الثقب اللي بتعمله الريشة يعني هنا بيستقبل لحد 13 ملي قطر البونتة لكن في الخشب اقدر احفر فيه ببونتة كوباية هلسو مثلا لحد 35 ملي حديد وطوب لحد 13 ملي وقال البونتة بيستقبلها هي الواحد ونص ملي وخلونا نجرب الشنور في بعض عمليات الثقب والربط ونشوف ده مصمار 12 سنتي من اغلس المصامير اللي ممكن تتركب في الخشب خلونا نركبه في الخشبه دي واو قوة عزم بتجبر اي مصمار يرشق وبدون نقاش او محاولة هرب نجرب بقى بونتة خشابي 24 ملي اللعب البونتة اكلت الخشب بالهناء والشتاء خلينا نجرب على بونتة معلقة او سبيد بيت 32 ملي دي اكبر بونتة عندي ولازم برضو نجربه مع الحديد مع بونتة 13 ملي مرة واحدة نجرب بقى بالمرة على الطوب لان الشنور فيه دقاء بنستعمله مع الطوب لكن مش مع الخرصانة طبعا خلونا نكمل باقي المميزات هنا اللامبا ليد بقت بخلاف انها بتشتغل بالحساس قبل تشغيل الشنور بقت اكبر واقوى وبتستمر من وراء فترة بعد ما تشيل ايدك او بعد ما تخلص شغل 10 ثواني عبال ما تنتفى وده بيديلك وقت اطول تحدد المكان اللي هتكمل فيه الشغل لو كانت الاضاءة مش مساعدك نجي للبطارية طبعا 18 فولت لكن 2 امبير سعة اكبر البطاريات القديمة كانت واحد ونص فقط كمان في نقطة مهمة جدا البطارية بتاعت البراشخس دي بركبها على كل انواع الاجهزة اللي بتشتغل بالبطارية 18 فولت الجديدة منشار اركت بلاور سايبر سو او اللي هو المنشار التردودي الافقي الهيلتي الساروخ كل الاجهزة هتقبل البطارية الجديدة معنا كده انك لما هتشتري جهاز جديد هتشتري من غير بطارية الجهاز ده مع بطاريتين وبالتالي هتوفر تقريبا يمكن ربع السعر في كل معدة هتشتريها جديدة لان كل الاجهزة بقيت تتباع من غير بطارية او تقدر تشتري الشينيور ده بدون بطارية وتشتري له بطارية 4 امبير ضعف السعة كمان بقى ميزة معرفة شحن البطارية زرار صغير هنا بندوس عليك بيظهر لك حجم الشحن مش معمولة منورة مضيئة باستمرار عشان برضو توفير الطاقة وتطويل عمر الشحن ميزة بقى تعليق الشينيور ده اساسية للناس المحترفة بتشتغل بالشينيور بتركب مصمار او بتعمل ثقل وتعلق الشينيور في حزامك الحرفية والمهنية العالية دي هي اللي بتخلي الواحد يحب المعدة اللي شغال بيها وبقدر بقى اركب التعليقة دي في النحية اليمين او النحية الشمال حسب انت بتشتغل بانهي ايد كلمة هيفي ديوتي دي لما بشوفها على عدة اصلية قلبي بنشرح في حين لما بشوفها على اي معدة غير اصلية بحس بفخ وان الموضوع فيه مصياد التسلل هيفي ديوتي يعني المعدة اللي بتدي لك اقصى استفادة اقصى قوة اقصى عزم واطول عمر طبعا البطاريات الجديدة كلها بقت بتشتغل بنظام الـ ESP Electronic Self Protection الحماية الزاتية الالكترونية اللي هو بيحفظ البطارية من انها توصل لمستوى خطر من السخونية فالحساسات بتوقف عمل البطاريات اوتوماتيك لو الجهاز حس بخطر بسبب السخونية الزايدة كمان راس الشينيور بالكامل حديد مش بلاستيك طبعا اقوى في تحمل الصدمات والاحتكاك لما تكون شغال في مكان دي حساس زرار التشغيل بقى افضل ضغطة بسيطة باخد اقل سرعة الموديلات القديمة فيها سرعة ليلة طبعا في بداية الضغط انما في البراشلس الجديدة اقل سرعة وليلة جدا طب انا بستفاد ايه من اقل سرعة سعب بتشتغل في بلاستيك او خشب رأيي او بربط ازاز فوق ترابيزة مثلا بنبقى شغالين باقل سرعة عشان الشغل ما يتشرخش الجهاز نزل بكذا اصدار الاصدار الكامل اللي معايا ده علبة حماية كبيرة اتنين بطارية او شاحن وفيه اللي من غير بطارية لو كان عندك بطارية زيادة فطبعا هيبقى ارخص في السعر وتقدر تركب بقى البطارية اللي عندك عليه وفيه عرض حاليا بيكون معاه طقم بنت وريش متنوعة تكفيك لكل شغلك تقريبا هسابلكم في وصف الفيديو كل المعلومات واماكن الشراء اللي ممكن تلاقي فيها الجهاز الجميل ده المهم احنا متعودين من اطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش حوصيكم على لايك وشير وان شاء الله هنتقبل على خير سلام عليكم اشت اشت اشت